السلام عليكم مرحبا بكم معنا في طرق جديد اللي هو درس حوله التناسوبية ناخده واحد المثال نفهمه معنى التناسوبية ناخده واحد الجدول نكي يكون من الجوج ديال الأسطور وفيه عدة تخانات همرا الجدول للأرقام الثانى هندير هنا واحد خمسة ستة ست هندير هنا ثلاثة ست خمستاش ثمانتاش سبع وعشرين يرا سيقول لكم واحد السؤال اقول لكم جيبوا لي يا اشن العلاقة ما بين السطر الأول والسطر الثانى يعني اشن العلاقة اللي كتربط واحد مع ثلاثة ثلاثة مع تسعود خمسة مع خمستاش وستة مع تمنتاش سعود ما سبع وعشرين اشن العلاقة اذا اذا لاحظنا الملاحظة بسيطة ما لاحظنا اشغل قانا اننا ضربنا واحد بش نحصلها ثلاثة ضربنا واحد بش نحصلها على تسعود ضربنا ثلاثة ثلاثة خمستاش ضربنا خمسة على ستة ضربنا ستة بش نحصل على ثمنتاش ضربنا ثلاثة وعشرين اذا باش دزنا من هاد من هاد الخانة هاد الخانة اشن قدرنا ضربنا السطر الاول في ثلاثة وحصلنا على السطر الثاني كذلك لابغينا الحاجة العكسية باش نديره عداركم يلا باش نحصله من هاد الشيال الجيال باشن العملية العكسية ديال الضرب اللي هي القسمة اذا نقسمه السطر الثاني على السطر الاول باش نحصله على الادة الفوق هاد العملية تسمى التناسبية بين السطر الاول والسطر الثاني ضنك ضربنا ضربنا السطر الاول في ثلاثة باش اطعنا السطر الثاني باش اطعنا الاعداد السطر الثاني وقسمنا او العكسية قسمنا السطر الثاني اقسمنا على ثلاثة وشاطنا الاعداد للسطر الاول هاد العملية تسمى التناسب بين السطر الاول والسطر الثاني لاحظة هنا نقسم من ضربنا ثلاثة ثلاثة العدد ثلاثة كي تسمى معامل التناسب يعني العلاقة التي تربطها بين السطر الاول والسطر الثاني ناخد ميتار واحد اخر ناخد هنا جوج هنا اربعة هنا ثلاثة هنا سطر هنا سطر هنا اربعة وهنا سطر سطر وصولت قلت لك واش هاد الجدول يحقق التناسب اذا شكا ندير ناخد السطر الثاني ونقسمه الى السطر الاول ندير سطر الاربعة ما هي تساوي تساوي اربعة ستة لثلاثة تساوي جوج اربعة على جوج ما هي تساوي جوج اذا هنا شنو كان لحظة عندي كان هنا جوج معامل معامل تناسب هنا جوج وهنا عندي معامل تناسب اربعة اذا هنا شنو عندي معامل تناسب مختلف لدن هاد الجدول كيتما يلقى له لا يحقق التناسبية لنك مش يكون عندي جدول ليحقق التناسبية بس يكون عنده نفس معامل التناسب كين واحد مصطلح هو هو رابع التناسب رابع تناسب وعندك جدول فيه احدث ارقام مثلا انا اتناش هنا اربعة وهنا عندك شوج وهنا اكس واطلب منك تحدد هاد العدد اكس حاول ما هو؟ نقلب على مصطلق معامل تناسب معامل تناسب دعا قسمه رابع تساوي 3 ثلاثة. اذا باش نسنا من هنا. من هنا الهنا. باش نقدر نضربنا في ثلاثة. شن هو العدد اللي نضربه في ثلاثة ويعطينا جوج. شن هو الجوج على اكس. اللي تساوينا ثلاثة. ثلاثة في اكس تساوي جوج. دع الوساطين ستوجد الطرفين. اكس تساوي ثلاثة على جوج. اذا نقوم هنا ثلاثة على جوج. على كتما رابعة ثلاثة سوف هذا الطريق مش نحدده. الشيء اعلى منك يكون مع ان فيش القيمة دياله. ناخده مثال. ناخده مثال باش نفهمهم زيان. لديك عدد. دراجات. كيبشي بربعين كيلو متر في الساعة. قطاع قطاع بربعين كيلو متر. في ثمانين. في ثمانين دقيقة. اقول لك سيدي. عين من انه. العداء. يمشي. ويسير. بسرعة تابعة. انه كيبشي بنفس السرعة. اقول لك عمر الجدول الثاني. نعمره الجدول الثاني. نعطي لنا هذا الجدول. واحد. شوش. ثلاثة. اربعة. نعطي لنا المسافة. بالكيلو متر. نعطي لنا المدة الزمانية. بالدقائق. عندك مئة كيلو متر. عندك نقطة. عندك ستين. عندك اربعين. عندك تمانين. عندك مئة واربعين. اذا نخص نقلب الفراغات نعمرها بالعداد المناسب. نقل لك اما بالسعمال الرابع. المتناسب. او بالسعمال. معامل. التناسب. نبدأ بالسعمال الرابع المتناسب. اذا الرابع المتناسب. نديره الجدول. لشن اللي عندنا معرفة عندنا اربعين كيلو متر. يديره في تمانين دقيقة. ناخدو الحالة الاولى. لان كان عندنا الستين. مغانا نحسبو اكس. لشن قلنا كنديرو. تمانين على اربعين. تساوي اكس على الستين. تساوي اكس على الستين. ودن اكس على الاربعين تساوي تمانين فيستين. ودن اكس على الاربعين. تساوي تمانين فيستين. انا عربعين. تمانية وربعين يزيد الجو أصفر على ربعين زائد ربع مئة وثمانين على أربعة لدينا واحد الجوش والسفر اذا ايكس تساوي مئة وعشرين اذا هنا كالشي مئة وعشرين دقيقة اذا نجيو نعمر مئة وعشرين بنفس الطريقة وتعني بجدول بنفس الطريقة ادنا هنا مئة وربعين نقلبه على اكس اذا نقلنا تمانين على اربعين اذا نقلنا تمانين على اربعين تساوي مئة وربعين على اكس ادنا اكس تساوي مئة وربعين فاربعين على اتمانين نقل اختزلنا هنا ربعين وعا اتمانين اكس اال جي مئة واربعين على جوش اذا هي سبعين ادنا تساوي سبعين تساوي سبعين كيلو متر اذا في مئة وربعين دقيقة اي اقتع مسافة سبعين كذلك تاريقة بالنسبة المئة عشر على اربعين على اتمانين تساوي مئة على اكس ادنا اكس تساوي ادنا اكس تساوي وإنه يكس يسري ينه يكس يسري تمنين في مياه ألا أربان نختزل هنا بالصفر غير 840 تساوي هي مائتين إذن هنا مائتين دقيقة بشي قطع مائت كيلومتر هذا باستعمال الرابع المتناسب أما باستعمال معامل تناسب باستعمال معامل تناسب كنشوفو العلاقة ما بين 40 و 80 إذن من 80 40 ايش ندرنا قسمنا ضربنا اقسمنا على جوج إذن من هنا من السطر الأول السطر سطر الأول السطر الثاني قسمنا على جوج ومن السطر الأول السطر الثاني نضربنا في جوج إذن قد عددنا خوية 60 ضربنا في جوج إذن من 120 طريقة سبسيطة وكذلك 140 عددنا 140 لكي نحصل على هذه قسمنا على جوج إذن من 70 ومن السطر الأول السطر المتزماني نضربه في جوج إذن من 200 طريقة مستطع إذن هذه طريقتين وشمرنا الجدول وشمرنا الجدول ترجمة نانسي قنقر